السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم إخوانا جميعاً على قناتكم كشف الكنوز حياكم الله جميعاً وأهلاً وسهلاً بكم في هذا الفيديو الجديد إخوانا الكرام كثير من الإخوة سألوني عن موضوع المقياس الليزري الحراري المعروف بالنسبة يعني هل إمكان أن يفيد في موضوع البحث عن الدفائن والكنوز إخوانا الكرام بسم الله الرحمن الرحيم للأمانة أنا لم أعمل في هذا الجهاز نهائياً يعني طوال حياتي لم أشتغل فيه على دفين معين أو على مكان قديم أو أي شيء إنما وردت أسئلة كثيراً من بعض الإخوة سألون أن ألهم أصدقاء قالوا أن بعض الناس كشفت على هذا الجهاز وتم الكشف نتكلم عن عملية كيف يعمل هذا الجهاز إخواني كرام أول شيء في جهاز طبي يعني مثل الله لا يستعمله في مقياس حرارة الكورونا للأشخاص هذا لا يصح أبداً في هذا الموضوع نهائياً هذا الجهاز إخواني مقياس حراري صناعي زراعي يعني يصلح للزراعات والصناعة يعني هذا الجهاز الصناعي ليس للاستعمال ما هو ليس نفسه الموجود في الصيادة أو في الصيدلية يعني الموجود في الصيدلية مخصص للموضوع الفحص البشري هذه أول نقطة إذن هو يعني الجهاز لموضوع الفحص الصناعي والزراعي النقطة الأخرى إخواني كرام المعادن تحت الأرض لا بد أن تختزن خاصة إذا كانت من المعادن التي تختزن حرارة كالنحاس كالذهب والفضة عوامل الجو وشعاعات الشمس وعوامل الطبيعة في الأرض تخزن نعم المعادن بعض المعادن طبعاً ممكن تخزن موضوع يعني الحرارة وممكن يعني أن يكون في وجهة علمية لهذا الأمر لكن أردت أنا تجربته بصراحة يعني أصوركم تجربة ميذانية لكن حتى التجربة الميذانية إخواني كرام لن تنفع لأنه يجب أن يكون الدفين عمره طويل تحت الأرض حتى يشوف قدرة أن هذا الجهاز الليزري هل ممكن يخترق الأرض هل ممكن يخترق الصخور طبقات التراب العنيذة هل ممكن يعني بأنبوب الليزري من خياس يعني أن يقيس هنا وهنا وأن تكون نتيجة مؤكدة مئة في المئة النقطة الأخرى فلذلك كانت التجربة على الأرض يعني ليست كافية لأنه هذه المشكلة إخواني كرام الدفين لازي نكون له عمر حتى نشوف يعني إخذ الحرارة من شعاعات الشمس والطبيعة ونشوف زي بيقدر يعطينا مقياس عليه النقطة الأخرى في هذا الجهاز المشكلة يعني أحيانا يعطيك دراجات متقاربة يعني مثلا 58 درجة الحرارة للطبيعة للأرض 58-59 هو إذا كان في معدن ومعدن نفيس راح يرتفع سبع درجات إلى ست درجات لكن هل ترى هل هو بشكل مؤكد أنا لم أعمل طبعا يعني في هذا المجال في عملي ما لم أعمل في هذا الجهاز قط إخواني كرام أبدا لكن السؤال من بعض الإخوة على هذا الموضوع حبينا نخصص حقا وإذا حدا عنده تجربة عملية هو نفسه بذاته عمل تجربة على هذا الجهاز وفعلا يعني تم النجاح به في أكثر يعني تم النجاح في كشف الدفين ياريت في التعليق يكتبنا حتى يستفيدوا الإخوة المتابعين والمشتركين بهذا الموضوع النقطة الأخرى أخواني كرام بس حبيت كمان أذكر نقطة كتير هامة ومهمة جدا من زمن هذا الجهاز كان يباع على أنه كاشف للذهب والكنوز 2500 دولار 3500 إلى 4000 وفي ناس اشترته فعلا على أنه كاشف للذهب والكنوز ودفعوا فيه يعني مبالغ ضخمة يعني طبعا قبل ما يعرف أنه فيه مقياس حرارة بهذا الشكل طبعا مع تغير بعض الشكل يمكن يحطوا أنتيل يحطوا شيء في يقنعوا أنه هو يعني كاشف للذهب والكنوز ما هو إلا إخواني مقياس حرارة فأنا اشتريته على أساس مقياس حرارة لا أكثر حتى نتكلم عنه في هذا الفيديو إخواني كرام فالرجاء إذا هذا عنده تجربة حقيقية على دفين قديم تمام؟ خاصة إذا معدن ذهب نحاس في الضم وأخرج عليه ياريت يثبتنا بالتعليق في الكومنتات حتى الأخوة يتعرفوا ويستفيدوا إذا كان فيه موضوع فيه وإفاذي إخواني كرام هذا هي شرحت لكم السبب أنه أنا لم أعمل تجربة على الأرض لكن سنشغل الجهاز حيث تجربة ظاهرية سطحية الآن أشتغل عن ود الأول نعطيه بحث ترى إخواني كرام يعني هلأ مثلا حرارة الجدار 65 طبعا من الأفضل أن تركز الإيدياد وتعطيه وقت سوى حتى يثبت الرقم شايفين كيف يطلع يعني حيان دقيقة دقيقتين حتى يثبت يعني هكذا تمام إخواني كرام ثبت على هذا اللقم طبعا هنا في عنا قطع معدنية إخواني كرام برجع بذكر أنه كان من زمن إخواني في ناس يعني اشترته على أساس كاشف ذهب كنوز وهو مخياس حراري ليزري طبعا يحطو له حركات كذا يصير تمام فإنباع على أساس أنه يكشف على طريق الحرارة الليزرية وطبعا هنا نقطة هامي إخواني الأنبوب الليزري إذا ما توجه على المكان يعني على فوق الشيء ما بيعطي طبعا يعني هو ما بيأخذ بشكل يعني حجمي للمكان حجم القطعة العينة بالذات فهنا الصعوبة في البحث في هذا الجهاز إخواني كرام نرجع بنعطيه بحث عن عن الموضوع الثابت على هذا الرقم مثل ما نحظنا إخواني كرام طيب هل هنا هنا كان قطعة من الذهب في هذا الصندوق راح نشوف ما الفرق يعني إذا كان طبعا نحط اليد الله هي داخل الصندوق وفور الأرض يعني ليست تحت الأرض وفي صخور وفي تربة وفي يعني كوارتز وصخور عنيدة وشيء غريب عجيب يعني طبقات الأرض الصلبة والصعبة يعني لم أرأ الفائدة إخواني كرام في موضوع حتى أنه فقط أجبت بهذا الفيديو عن بعض الأخوة كثير سألوني عن موضوع وحبيت أقدمكم شيء عملي تجربة عملية أنا حبيت أقدمها على الأرض عملي لكن المشكلة كما قلت لكم أنه الدفين ما رح يحتفظ يعني في الحرارة إلا يكون في بعد زمن سنين طويلة يعني أهل من الممكن أن يكون في هذا يعني ما أعطى شيء نرجع نجرب إخواني كرام يعني الفارق جدا ضئيل لا يمكن الحكم عليه أبدا أبدا بالأسف أبدا إخواني كرام لأنه هنا أعطونا خمسة وستين وشوي يعني 64 الآن ركز يعني بهذه الأرقام شايفين إخواني كرام موضوع رقمي يعني هناك كان قطع الذهب في الصندوق نجرب نعيد يعني 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 في ناس سألوني عن خمسة أمتار وستة أمتار وسعة أمتار ومترين وثلاثة وعشرة أمتار لا أعلم كيف اعتمدوا هذه المعلومة إخواني كرام هو يبعا أنهم قياس حرارة صناعي يعني ظاهري ليس أنه يخترق مع الأرض هذا هنا السؤال إخواني الكرام كم الرقم يعني نفس الرقم الموضوع على الحائط يعني مثلا إذا حطينا على الحائط حطينا على الطاولة مثلا يعني الطاولة تهتم ستي ممكن ممكن أخواني كرام موضوع الحرارة في المنزل والضوء والأسلاك الكهربية في الجدران ممكن تلعب دول في الموضوع هذا أنا على كل حال حبيت تأخذ فكرة وإيجابة لبعض الأخوة عن هذا الموضوع طبعا نركز عليه فترة دقيقة أو دقيقتين لربما أنه يركز الرقم مثلا ما شايفين ثبت معنا على 64 وشوي دائما الفارق إخواني في أنه دراجات الملحوظة في تغير مثلا بالأرض أو أي مكان كان بإمبعاثات حرارية يكون فرق عن الطبيعي من خمس إلى السبعة وفما فوق معنا ذلك أنه في شيء يعني صعب إخواني كرام صعب الجزم في موضوع رقمي فقط يعني لا أعتقد أنه مفيد لكن حبينا أخواني يقدم شيء يعني فكرة من هذه الأفكار المتداولة خاصة عند كثير من الأخوة لكم شايفين كم قذع الذهب وكثير ناس يعني للأسف من فترات اشترتوا على أساس كاشف للذهب والكنوز تقبلوا تحياتنا إخواني كرام نرجو نكون قدمنا لكم الفائدة المرجوة في هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا باللايك اشتراك في القناة وتفعيل إذا ادرس لكم تحياتنا استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا